السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة تحدي الجمهور لو أنت لسه جديد في القناة فباختصار تحدي الجمهور هدفه يغطي موضوع كلكم بتطلبوه مني في تعليقات الفيسبوك وبشكل إسبوعي باعتزر أني بقالي فترة منقطع عن السلسلة بس إن شاء الله موضوع النهاردة يعجبكم جدا ويعوضكم في الأول هدي فكرة عامة عن الفيديو دلوقتي حوالي 51% من متابعين القناة جوا مصر و 49% من باقي الدول العربية التنقض ده بيخلي فيه تعليق متكرر على كل فيديو بينزل يا مصطفى ليه ما تعمش الحلقة كلها باللغة العربية الفصحة عشان متبينك سواء من بره أو جوه مصر يفهمه بنفس المجدار وبصراحة ده تعليق ممتاز وأحترم فكرته جدا بس فيه مشكلة بسيطة دايما لما بتفضل تتكلم وتسمع لهجة معينة لمدة طويلة طبيعي العادة هتأثر على استقبالك وكلامك في باقي اللهجات واللغات يعني مثلا أستراليا وأمريكا وكندا وإنجلترا وأيرلندا كلهم بيتكلموا إنجليزي بس كل دولة فيهم عندها لهجة مختلفة نوعا ما فلو واحد من إنجلترا بيتابع محتوى أمريكي هيفضل فهمه عادي بس أكيد بيضاق شوية من اختلاف طريقة الكلام نفس الفكرة في حالتنا هنا أنا بتكلم بالعمية المصرية 95% من حياتي اتعلمت لغة عربية أكيد في المدرسة لمدة 12 سنة وكمان اتكلمت بيها في معاوضة عدة وبسمعها من صغري خصوصا أيام الكارتون على قنوات سبيستون وإم بي سي سري وكده بس للأسف مش بمارسها في حياتي اليومية وعشان كده لو اتكلمت بيها انت كمشاهد هتحس مني بحاجة غريبة لدرجة إنك ممكن تفضل أرجع لللهجة المصرية من تاني بس عموما عشان خطركم تعالوا نعمل الفيديو ده تجربة بسيطة خلال الخمس دقائق جايين هنعمل حلقة التحدي الجمهور بس كلها باللغة العربية فقط زي ما كتير منكم طلب هتكلم عن مشكلة حصلتني في القناة مع معالج 8700K سابقا وإزاي دمر لي كل شغلي وإزاي قدرت أحل مشكلته مستعدين؟ يلا بينا نبدأ السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة على القناة منذ عام تقريبا أو تحديدا في إبريل من عام 2019 وجهت أكبر مشكلة في تاريخ القناة حينها كنت أعمل على مراجعة للوحة Z390 مع معالج i7-9700K من إنتل لسبب ما توقف الحسوب تماما عن العمل ويقبل إقلاع مهما حاولت وفي هذه اللحظة ارتكبت أكبر خطأ في مسيرات التقنية قمت بفك المعالج المركزي 9700K واستبدلته بالمعالج الأساسي في جهاز الشخصي وقتها وهو 8700K وأعدت تجربة الإقلاع من جديد دون جدوى ومما زادت تيم بلا أن التبريد السائل توقفت مضخته عن الاهتزاز كما أن التخزين الصلب لم يعد يستجيب لفتح مصدر الطاقة لا بالاهتزاز ولا حتى عمل صوت الدوران هنا تأكدت يقينا أن مزود الطاقة أصابه خلل أمه وربما أحرك الجهاز بالكامل فانتقلت للخطوة التالية بالتفكير المنطقي كنت بإعادة الـ 8700K إلى جهاز الأساسي وهنا تحققت كل زنوني المعالج لم يعد يعمل بتاتا وبالتالي فإن اللوحة الأم Z390 قد أصابها short circuit على منفذ الطاقة الخاص بالمعالج بالإضافة أن كل من التخزين الخاص به والتبريد السائل المغلق قد توقف تماما عن العمل فبالنسبة الأكبر مفتعل الجريمة هو مزود الطاقة وعند هذه المرحلة بلغ الأمر أشده وكأنما الدنيا توقفت لا يوجد عندي بديل سريع للعمل على فيديوهات القناة بكفاءة وسرعة وفي نفس الوقت احترق التخزين الخاص به ومعه العديد من الفيديوهات التي تم تصويرها بالفعل المشكلة الأكبر أن هذا الوقت تزامن مع فترة امتحانات منتصف الفص الدراسي في الكلية فأصابني حالة نفسية صعبة من كل الاتجاهات وتوقفت القناة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة خلالها أنهيت فترة الامتحانات ثم بدأت في خطوات الإصلاح مبدئيا أعدت اللوحة الأم ومزود الطاقة للشركة المالكة لكي تتفحص أمرهم ومن ناحية أخرى أرسلت المعالج المركزي للضمان المحلي في الوقت الحالي بالتأكيد يدور ببالك سؤال مهم من هي الشركة المصنعة لللوحة ومزود الطاقة للأسف لن أقوم بذكر أي أسماء في الفيديو لأن البعض قد يخطر لهم أن العيب في منتجات الشركة نفسها ولكن الحقيقة أن أي خط إنتاج دائما يشوبه القطع الفاسدة ولكن بنسبة ضئيلة للغاية فلا يجوز أن نحكم على الصورة الأعمة بالنسبة الأقل المهم بعد بضعة أيام تم التأكيد على تلف بعض الأجزاء من اللوحة الأم عن طريق اختبار وكيل الصيانة للشركة كما أن الضمان المحلي للمعالج قام بإرسال السيبيو للخارج من أجل المعينة والفحص ولزال الحال متوقفا في القناة دون أي فيديوهات وسبحان الله دائما مفتاح الفرج موجود عنده ويتجلى في أوقات الشدة دعمكم وموقفكم تجاهي هو الذي أعاد القناة للحياة مبدئيا تلقيت العديد من الرسائل على فيسبوك وإنستجرام تشجعني وتؤازرني في هذا الموقف كما أن الدعمين على بيتريون بارك الله فيهم لم يتأخروا لسانية واحدة قدموا بكل حوافة دعما ماديا كبيرا للمساعدة على شراء جهاز جديد على الأخص أوجه شكرا لحمد المهندي بدعمه استطعنا تغيير الكثير من معدات القناة وقتها وبالتأكيد معظمكم كان يشاهد اسمه في نهاية الفيديوهات على القناة بالإضافة أن أحد الدعمين أرسل تجميع كاملة من أمازون مباشر إلى مصر حتى نتمكن من العمل على الفيديوهات بأسرع وقت ممكن للأسف هو يقبى تماما أني أذكر اسمه ولكن أحب أن أوجه إليه شكر كبير وخاص وقفتكم معنا وتشجيع وتعليق ودعم كل واحد منكم هو السبب في اكتياز المحنة وقتها دعونا نكمن الحكاية الأساسية بعد مدة طويلة أتاني الرد من انتل بخصوص ضمان المعالج وبالفعل السي بيو لم يعد يعمل بتاتا وللأسف لا يمكنهم تعويدي بمعالج مماثل وقتها لأن الـ 8700K انتهى تصنيعه من بداية 2019 ولكن سياسة الضمان تكفل لي حق استرجاع سعر المعالج وهذا ما تم بالفعل إذن الخلاصة حتى هذه اللحظة أن شركة ما أرسلت لي لوحة Z390 مع معالج I-7900K كلاهما قد تلف ومعهما 8700K الخاص بي من ناحيتي كنت باسترداد مبلغ المعالج من السوق المحلي ومن ناحيتي الشركة قاموا بإرسال نسخة أخرى جديدة من اللوحة مع معالج I-59600K لاستكمال المراجعة وعادت الأمور طبيعية مرة أخرى بفضل الله ثم دعمكم الذي لا يمكن وصفه بكلمات وهنا نأتي للدرس المستفاد من الفيديو أولاً في حالة الشك أن اللوحة الأم تالفة لا تقوم بتركيب معالج فيها أبداً وأرسلها للضمان مباشرةً فالاحتمالية الأكبر أنها ستتلف المعالج نتيجة مشكلة كبيرة في خط الطاقة وتأثيره المباشر على سوكة البروسيسور ثانياً برغم أن الشركات الكبيرة تقوم بالعديد من خطوات الكواليتي كنترول على منتجاتها إلا أن بعض القطع السيئة قد تخرج بالخطأ وينتهي بها الحال في السوق أشدها خطورة مزود الطاقة خطأ واحد وقد ينتهي جهازك بالكامل فاحرص على وجود نسخة احتياطية من كل ملفاتك بالإضافة للاطلاع جيداً على شروط الضمان للقطع المختلفة بس كده قدينة تكلمنا عن حكاية لطيفة باللغة العربية وبس لازم كل واحد فيكم ينزل دلوقتي للتعليقات ويقول لي رأيه في التجربة الغريبة دي وكعادة تحدي الجمهور خلينا نجاوب على كام سؤال في آخر الحلقة السؤال الأول من صلاح أشرف بيقول إزاي أحدد إن المعالج هيعمل عنق زجاجة مع الكرت ولا لأ بص يا صلاح في فيديو تفصيلي عن موضوع عنق الزجاجة ده ممكن تشوفه من علامة الآي ولكن لو عايش شرح بسيط قوي فببساطة أنت هتفتح أي برنامج بيراب أداء السي بيو والجي بيو لو لقيت إن استلاك الجي بيو مش عالي يعني مثلا مش بيوصل لحاجة وتسعين في المية وفي نفس الوقت استلاك السي بيو عالي يعني الاستلاك حاجة وتمانين أو حاجة وتسعين في المية فساعت على طول أعرف إن فيه عنق زجاجة بسبب السي بيو السؤال اللي بعد كده من عبد الرحمن أحمد صفض بيقول كروت زي الخمسة سبعمية أو أي كرت نافي بيبقى في أوقات كتير أداء قريب جدا من كروت في فئة سعرية أعلى من إن فيديا بس كتير جدا من المراجعين بينصحوا بإن فيديا وبيقولوا بسبب مشكلة التعريفات فهل بعد تعريف 20.2.2 المشاكل دي تحلت وهل اللي بينزل التعريف ده مش هيقابله أي مشاكل مع كروت نافي بص عبد الرحمن إحنا مش هنعمل فيديو ولكن أنا هقولك إجابة من خلال تجربة مطولة مع كروت كتير جدا لإيم دي أنت ممكن يكون عندك كرت بيعمل مشاكل مع تعريف فقيم دي تنزل تعريف جديد يحل لك مشكلة الكرت ده تماما بعدها بشوية ينزل تعريف أجد تلاقي المشكلة اللي كانت موجودة في أول تعريف خالص ظهر التاني معاك في التعريف الجديد أو ظهر معاك مشكلة تانية مختلفة والموضوع مش بيقف هنا ده ممكن تعريف يبقى شغال كويس جدا مع كرت وكرتي تاني بيعمل معا مشاكل ده بالإضافة إن ممكن يبقى واحد صاحبك على نفس التعريف ونفس الكرت بس مركب إمكانات مختلفة وما يظهرش معاك أي مشاكل فالموضوع للأسف هنا مفهوز شيء محدد وبيختلف من واحد للتاني السؤال اللي بعد كده من عمر حمادة بيقول إزاي ما بوص SSD يعني ما استعملوش غلط وإزاي أطول في عمر بص يا عمر هم حاجتين هتعملهم الأولى إنك ما تعملش دي فراجمنت للSSD تحت أي ظرف وتاني حاجة إنك دايما تسيب فيه مساحة فاضية من 10 إلى 20% بالطريقتين دول هتحافظ على أطول عمر افتراضي للSSD بإذن الله وفي النهاية أتمنى تكون القصة عجبتكم وأفادت كتير منكم كالعادة لو عجبك الفيديو ما تسلسلش اللايك واشترك في القناة لو لسه جديد وتقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الوصف أشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة السلام